يبدو أن التظاهرات مستمرة حتى تلبي الحكومة مطالب المتظاهرين هكذا يبدو مشهد الاحتجاجات في محافظة النجف التظاهرات انطلقت هذه المرة من مدينة الكوفة التابعة لمحافظة النجف حيث ندد المحتجون فيها بسوء الخدمات العامة وانتشار البطالة وتفشر فساد فضلاً عن المطالبة بتوفير مياه صالحة للشرب لأبناء محافظتهم وتعتبر مدينة الكوفة مركزاً علمياً وثقافياً للمسلمين وشهدت أحداثاً تاريخية عدة واليوم بدأت بالخروج بتظاهرات والوقوف في وجه الحكومة المحلية التي لم تقم بواجباتها وعلى إثر هذه التظاهرات أعلن مجلس محافظة النجف عن عقد جلسات استثنائية يوم الخميس لمناقشة مطالب المتظاهرين الداعية إلى استقالة الحكومة المحلية من جانبه قال مدير إعلام محافظة النجف محمد الخزاعي إن رئاسة المحافظة تسلمت مذكرة احتجاج من المتظاهرين تطالب باستقالة الحكومة المحلية وعلى هذا الأساس ستناقش الحكومة المحلية هذا الطلب فضلاً عن بعض المطالب الخدمية الأخرى مراقبين أشاروا إلى أن محافظة النجف واحدة من المحافظات التي تتظاهر باستمرار منذ عام 2015 للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية ومحاربة الفساد وإعادة الأموال المسرقة لخزينة الدولة العراقية